اشتركوا في القناة في كلمتهم خلال الحفل عن اعتزازهم وفخرهم لما تلقوهم من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة والتي ساهمت في تأهيلهم عسكريا ودفاعيا وسقل مهاراتهم الإدارية معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بأن يكونوا دوما على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي وبعد أن أدى الخرجون القسم القانوني قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقين والشهادات على خرجي دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الرابعة استمرارا للمرحلة الأولى شهدت إحدى وحادات قوة دفاع البحرين وبالتحديد الاتحاد الرياضي العسكري اختتام دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الرابعة لقوة دفاع البحرين حيث رسمت على وجوه المتطوعين السعادة والبهجة أثناء تخرجهم بكلمات تبعث على الفخر والاعتزاز أثناء رصد كاميرا مركز الأخبار لهذا الحدث تم تسليحنا بالمعلومات العسكرية اللي فادتنا خاصة في الضبط والرابط استخدام الأسلحة للأسعافات الأولية محاضرات قانونية وتوعوية وثقافية في جميع شتى المجالات والحمد لله طلعنا بفايدة صراحة أنا لم أكن متوقحة لكن الحمد لله حصلنا على المعلومات اللي بتفيدنا إن شاء الله إذا طلبنا الوطن إن شاء الله المتطوعون المدنيون في القوة الاحتياطية أكدوا على أنها الفرصة الهامة لخدمة المملكة وتقديم الوفاء لهذه الأرض ليشكلوا درعا داعما لمنتسبي قوة دفاع البحرين في وقت المحن إلى جانب الوقوف تحت لواء واحد وهو خدمة الوطن أكون سندا ورديفا لأخوتي في قوة دفاع البحرين ومكنتني من خدمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تعلمنا من خلالها أسس وقواعد الضبط والربط العسكري كما تعلمنا مهارات جديدة وقد اكتسب المتطوعون المدنيون من عرين الأبطال قوة دفاع البحرين وتسلحوا بالمهارات العسكرية والقيادية لمواجهة أي ظرف إلى جانب الانضباط والالتزام الذي يسود الحياة العسكرية التي ستنعكس على حياتهم الشخصية والله مشاعر مختلطة فرحان أني دخلت في هذه الدورة وتعرفت على جزء من حياة العسكرية لأن تجربة رؤية تستهوين حياة العسكرية بشكل عام يعني العسكري بشكل عام أكثر لياقة وأكثر انضباط يعني بعلم السوى أعلى من الشخص المدني هذا الحدث الوطني والمعنوية العالية التي أظهرها المتطوعون في ختام هذه الدورة يؤكد على تعلمهم كافة المهارات والفنون العسكرية من قوة دفاع البحرين كونها القوة الرادعة والحصن المنيع في الحفاظ على مقدرات المملكة ومكتسباتها الوطنية حدث وطني مشرف يضافه لسلسلة الإنجازات في العطاء والوفاء لسيد جلالة الملك المعظم حفظه الله وذلك من خلال تخريج الدفعة الرابعة للقوة الرديفة لقوة دفاع البحرين من خلال تأكيدهم على بذل الغالي والنفيس لمملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر